أصدر مجلس المؤسسات التطوعية في مدينة الفحيص بياناً عبر فيه عن استنكاره لكافة الأعمال العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في قطاع غزة والحصار المطبق عبر قطع المياه والكهرباء ومنع إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للقطاع كما استنكر المجلس الصمت الدولي أمام العقاب والإبادة الجماعية التي تعرض لها أهل غزة واستهداف المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية ومخالفة الاحتلال لكافة الآراف والقوانين الدولية كما عبر مجلس المؤسسات التطوعية في الفحيص عن تضامنه ومساندته للإشقاء في غزة بصفته جزءاً من الصراع ومن جانب آخر أشهد المجلس بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني وحرصه الدائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والحفاظ على الوضع القانون والتاريخ القائم في المدينة المقدمة